موسيقى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم النبي الأمي الذي علم الأمة بجميعها وأخرجها من الظلمات إلى النور وجاء بالحق مبشرا ونذيرا سيدي يا رسول الله روحي بحبك في الضياء تهيم والشوق مني في هواك عظيم والقلب مسرور بذكر المصطفى في ذكره نور وفيه نعيم فاللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم مشاهدين الكرام مشاهدي قناة الناس في كل مكان من أرض الله تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المتجدد بفضل الله مع التلاوة بإذن الله سبحانه وتعالى سيدور حديث معكم في هذه الحلقة حول الإظهار الحلقي مراتبه وسببه إحنا تكلمنا مع حضراتكم عن تعريف الإظهار يعني إيه الإظهار وقلنا إن الإظهار معناه البيان والإيضاح ثم بعد ذلك قلت لحضراتكم إن حروف الإظهار ستة همز فهاء ثم عين حاء ثم غين خاء طيب لو عندي نون سكنة وبعدها همزة أو هاء أو عين أو حاء أو غين أو خاء وجب إظهار النون الساكنة أو التنوين طيب النهاردة إن شاء الله هنعرف إيه سبب الإظهار إيه اللي بيخليني أظهر حرف النون أو التنوين ليه ما أضغمتش النون ليه ما أخفتهاش لماذا أظهر النون بعد أو قبل هذه الحروف الستة سأقول لكم أولا مخرج النون الساكنة أو التنوين النون الساكنة تطلع منين مخرجها إيه طرف اللسان طرف اللسان طيب حروف الحلق الستة من أين تخرج؟ من الحلقي من أقصى الحلق همز فهاء وسط الحلق عين حاء أدنى الحلق غين خاء فقال العلماء لبعد المخرجيني عشان النون الساكنة مخرجها بعيد جدا عن مخرج هذه الحروف الست فعشان كده وجب إظهار النون الساكنة أو التنوين طيب حضرتك لو سئلت وقلت لك يا مولانا من هاد حكمها إيه؟ لازم تحفظ الإجابة دي تقول لي إيه؟ يا مولانا من هاد حكمها إظهار حلقي لوقوع الهاء بعد النون الساكنة والهاء من حروف الإظهار الحلقي طيب أنا هقول لك جملة تحفظها كلما بعد المخرج كان الإظهار أبينا وأوضح أقولها تاني كلما بعد المخرج كان الإظهار أبينا وأوضح عشان كده مراتب الإظهار تلاتة تلات مراتب كده أنت عرفت سبب الإظهار اللي هو بعد المخرجين بعد النون الساكنة أو التنوين عن مخرج حروف الحلق الست طيب المراتب ثلاث مراتب المرتبة الأولى عليا عند الهمزة والهاء عند الحروف التي تخرج من أقصى الحلق طيب يا مولانا أنا عاوز أفهم يعني إيه عليا؟ يعني إيه مرتبة عليا؟ يعني إيه مرتبة وسطة؟ يعني إيه مرتبة دنيا؟ أنا مش عاوز أحفظ بس أنا عاوز أفهم هقول لك مرتبة عليا يعني إيه؟ يعني بيقول لك إن الإظهار بيكون أوضح وأبينا وأشد عند الهمزة والهاء يا مولانا ممكن تمثلي بمثال أيوة جدا طيب اقرأ معي إنشئت قول الله سبحانه وتعالى وهم ينهون عنه وينأون وينأون لحظت معي الإظهار واضح شديد وينأون ليه؟ لإن النون السكنة وقع بعدها همزة يبقى دي مرتبة إيه؟ مرتبة عليا عند الهمزة والهاء طيب مرتبة وسطة عند العين والحاء أقول إيه؟ من عين في إظهار بس عن مرتبة وسطة ولهو جديد أوي ولهو في أقل مرتبة طيب ليه؟ لأن المخرج في مرتبة وسطة تمام؟ طيب المرتبة الثالثة مرتبة دنيا يبقى عليا وسطة دنيا وسطة عند العين والحاء طيب دنيا فين؟ عند الغين والخاء تمام؟ يبقى إذن هذه الجملة ستساعدك في تحديد أي مرتبة من مراتب الإظهار هي أقول لك كلما بعد المخرج كلما كان الإظهار أبيان وأوضح وينأون طيب العين من عين الخاء عليما خبيرا دي مرتبة دنيا إذن سبب الإظهار بعض المخرجين أما عن المراتب الثلاث فهي عليا ووسطى ودنيا ولو سألتك لو سألتك وقلت لك يا مولانا ما حكم هذه الآية؟ ما حكم هذه الجملة؟ ماذا تقول؟ من عين احفظ هذه الجملة إظهار حلقي لوقوع العين بعد النون الساكنة والعين من حروف الإظهار الحلقي والآن نقرأ الآيات من سورة الفتح الآية الثانية والعشرين والآية الثالثة والعشرين على بركة الله عز وجل وبعد ذلك نسعد بتلقي اتصالاتكم معنا بإذن الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا صدق الله العظيم معنا أول اتصال من متولي الإسماعيلية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل يا أستاذنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الشين مرققة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أستاذ متولي لا تكل من الش لا من الش من الشيطان الرجيم أيوة بسم الله الرحمن الرحيم ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار تاني كده ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ما فيش مد فيه كلمة كفروا ما تمدش كفروا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا يا اسم تولي صل لولوا الأدبار بما بعدها لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا أو صلها يعني أنت عندك وقف في المصحف عندك علامة وقف على كلمة الأدبار لا 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 مش موجود صح يبقى معنا ذلك تعمل تصل هذه الكلمة مما بعدها لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل التاء هذه حرف التاء من صفاته الهمس سنة الله التي قد خلت 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 سنة الله التي قد خلت من قبل طيب من قبل يا اسم تولي من قبل الغنة مفخمة من قبل من قبل جميل وَلَا تَجِدَا لُسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيْلَا لَا تَبَأْ قَلْقَ لِلْبَا تَبِئْ تَبِئْ دِيلًا بارك الله فيك يا وسلم تولي ربنا يحفظك يا رب معنا نعمة من القاهرة السلام عليكم وعليكم بالسلام ورحمة الله تعالى وبركاته يا حجة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو قاتلكم الذين قفروا لقلوا الأجبار يا حجة نعمة هي قفروا بالقاف ولا بالكاف طيب بالكاف عرف الفرق بين القاف والكاف ايه؟ طبع ايه الفرق بقى؟ ايه الفرق بقى؟ ايه والله يفتع عليكي القاف مفخمة والكاف مرققة لا مفيش حاجة احنا فضلي الأدبار 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 ايوه ثم لو لو الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا يا حجة نعمة أنا مش عاوزك تكوني متوترة وانت بتكرأي وبراحتك خالص ونحن في خدمتك لا الامر بسيط وان شاء الله لك ايجران باذن الله سبحانه وتعالى واحدة واحدة كده واحنا نتعلم من بعض لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا بكل سهولة و بكل اريحية لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا وليا ولا نصيرا وليا ولا نصيرا نعم سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله ترديلا ولن تجد بنسميها إخفاء حقيقي ولن تجد ولن تجد لسنة الله ترديلا بارك الله فيك حجة نعمة مشاهدين الكرام فاصل ونماصل عدنا إلى حضراتكم فضل الله معنا أول اتصال من يحيى القاهرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الآيات فين حد الآيات من قوله تعالى ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار سورة الفتح سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا أنت بتحب الشيخ عبد الباسط يا يحيى؟ بحب كل المشايخ جميل أدائك يشبه صوت الشيخ عبد الباسط أسأل الله أن يحفظك وأن يبرك فيك معنا الحجة عواطف من رجيزة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا حجة عواطف نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحما ما المين مرققة؟ الرحمن الرحيم يا أمي لا تقولي الرحما لا الرحما بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثاني ولو قاتلكم ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار 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 أيوة ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا أنا عاوزك بقى تبصلي أفضل توليه لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا لا نصيرا نصيرا سنة الله التي غد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ولا دي بنسميه إخفاء حقيقي ولن تجد ولن تجد لسنة الله تبديلا لسنة حضرتك هتلاقي نوم كده وعليها شدة دي معناها إيه أن دي حرف غنة مشدد بيقدر حركتين نقول إيه ولن تجد لسنة ولن تجد لسنة الله تبديلا بارك الله فيك يا حج عواطف معنا سعادات ناسكندرية تفضلي عوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تاني حج سعادات بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو قاتلوكم الذين قفروا ولو قاتلكم ولو قاتلكم الذين قفروا لولوا الأدبار ثم لتجدوا لولوا الأدبار ثم لا يجدون ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله لا سنة الله سنة الله التي كدخلت من قبل التي قد خلت التي كدخلت من قبل ولن تجدوا لسنة الله تبديلا لا يا حج سعادات ولن تجداء فعلا منضارع منصوب بلن ولن تجدى لسنة الله تبديلا تبقى تبقى قلقى للباء نعم بارك الله فيك يا حج سعادات معنا السيد هاني من الجيزة طيب يبدو أن الناس لنقطع هنا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار أول حاجة بتقبلني أن حرف الكاف هذا حرف مرقق حضرتك لو أنت فخمت لحرف ده هينقلب من كونه كافا إلى كونه قاف تخيل ولو قاتلكم الذين قافروا لا ولو قاتلكم الذين كافروا كافروا طيب دي أول محطة أقاف عنده حرف الكاف وأنا بقرأ أكون دائما مركز دي كاف ولا كاف طيب بعد كده والناس كتير بتقع في هذا في هذه المشكلة حرف الرأي المضموم هذا الحرف مفخم كافروا 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 تمام؟ طيب بعد كده ثم الميم والنون المشددتين دول بنعمل فيهم إيه؟ حضرتك إنا وثم بنسميهم حرف غن مشدد يغن بمقدار حركتين يعني لو قلت إيه؟ لولوا الأدبار ثم لا يجدون أقول لك لا كده ما الصحيح ثم معنى دعاء قليوبية أستاذ دعاء تفضلي عزبنا من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا ولا يا أستاذ دعاء نعم أنت قراتي كفروا جميلة جدا كلمة نصيرا إنهم إيه؟ مرققة ولون فخمة نصيرا مرققة مرققة والصاد مفخمة يبقى إحنا بقى نعمل إيه؟ نخلص المفخم من المرققة نقول إيه؟ نصيرا نصيرا ما تخليش حرف الصاد ومفخم يغلب على النون فتفخم النون ثم بسم الله الرحمن الرحيم ولو قاتلكم ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا في وقف على كلمة الأدبار؟ لا يا سيد دعاء في وقف على كلمة الأدبار؟ لا مفيش حضرك تعمل إيه؟ توقفي لولوا الأدبار خدت استراحة عشان نفسك ترجعي تاني لولوا الأدبار ثم وكمل الآية وكمل الآية سلام عليكم وعليكم وعليكم بالسلام ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ولو قاتلكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الفضل يا محمد بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو قاتلكم الذين كتروا وولوا الأدبار يا محمد سمعني؟ أيوة سمع طيب ولو قاتلكم أيوة عشان حرف التاء مرقق وحرف التاء مفخم فدي تاء نقول إيه؟ ولو قاتلكم ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار لا نفس الحكاية أستاذ محمد كفروا الرأم فخمة ولو قاتلكم الذين كفروا وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مما ضمومة وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُ الْأَجْبَار توصلها يا محمد لولو الأدبار توصلها يا محمد أفضل الأدبار ثم لا يجدون ولا نصيرا إسمعني يا محمد إنت وقفت لولو الأدبار ما فيش مشكلة وخدت استراحة عشان نفسك ترجع ثاني بقى يا حبيبي تقول إيه لولو الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا يبقى المعنى اكتمل لولو الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت سنة الله التي قد خلت من قبل وينتجد لسنة الله تبديلا تماما محمد ركز بقى على حرف الغنة المشدد حتى لو في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة سنة يغن بمقدار حركتين بارك الله فيك مشاهدين الكرام فاصل ونواصل أعودنا إلى حضراتكم فضل الله معنا أول اتصال هاني من الجيزة فضل لولو الأدبار لا لولو الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا استاذ هاني سمعني كده لولو الأدبار لا لولو الأدبار لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل خلت 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 سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا برك الله فيك سيدهاني أصيق بالقراءة المرتلة ولن تجد لسنة الله تبديلا وردت الكرآن ترتيلا معنا الحجة سهيرة من القاهرة السلام عليكم ورحمة الله أستاذ أستاذة تفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل لا فين بقى الإخفاء وفين الغنة المفخمة عندك من قبل فيها حكمين الحكم الأول الإخفاء الحقيقي لأن النون وقع بعدها حرف القاف دي أول حاجة الحاجة الثانية أن الغنة بيكون مفخمة لإني بعدها مفخم القاف دي حرف مفخم فاحنا بنفخم الغنة تبعا لحرف القاف طب نقولها إزاي من قبل من قبل لحظتي معي تفخيم الغنة تمام سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله بارك الله فيك يا أستاذة معنا جودي من الدقاهلية معنا جوري من الدقاهلية تفضلي يا جوري أعلي صوتك يلا يا جوري واسمعنا من التليفون لو سمحتي وقط التلفزيون واسمعنا من التليفون وأعلي صوتك شوية يا جوري جوري ممكن تقولي ورايا عشان فيه أحكام كتير أنت سبتيها ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ولو قاتلكم الذين كفروا لولو الأدبار لولو الأدبار 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 ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا ثم لا يهدونا ولي ولا نصيرا وليا ولا نصيرا ولي ولا نصيرا سنة الله التي سنة الله التي لا سنة الله سنة الله سنة الله التي قد خلت سنة الله الذي قد خلت التي التي قد خلت التي قد خلت من قبل التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وننفج لسنة الله تبديلا أنا مبسوط منك قوي 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 يا جوري ما شاء الله عليك ربنا يحفظك ويبرك فيك يا رب معنى منا من فيوم بسم الله الرحمن الرحيم ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار كفروا الراء مفخمة لأنها مضمومة كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا بيني فتحة الراء لولوا الأدبار لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا لسنة حرف غنة مشدد لغنه بمغدوة حرقتين لسنة الله تبديلا بارك الله فيك معنا الحجة فوزية من الشرقية يلعب تفضلي حجة عاية تفضلي ماشي أعوذ على الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار لولوا الأدبار لولوا الأدبار لولوا لولوا الأدبار ثم لا يجدون حجة فوزية مش لولوا لا لولوا الأدبار لولوا الأدبار كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصير طب بحاجة فوزية أنت مستعجلة ليه؟ ماشي واحدة واحدة كده عشان نتعلم مع بعض طب علّ شوي عشان نسمع اسمعينها من تليفون لو سمحت عشان تسمعينها كويس عشان نتعلم مع بعض ماشي مستعدية؟ طيب ربنا يحفظك يا رب وبرك في عمرك الله يخليك ياب ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل من قبل من قبل ولن تجد سنة الله تبديلا ربنا يحفظك يا حجة ولن تجد لسنة الله تبديلا معنا الحجة حنان مسكندرية عوذ بالله من السيطان الربي بسم الله الرحمن الرحيم ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأجزار لولوا الأدبار لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا يا حجة لو أنت حضرتك لقيت نفسك مش هيقدر يجيب الآية كلها ممكن تقفي عند أقرب محطة يعني أقرب جملة تقدر تقوليها وبعد كده ترجعي تاني كلمة أو كلمتين وكملي الآية عشان نفسك ما ينقطعش في آخر كلمة في الآية فهمتني؟ يعني أعمل إيه؟ أفع على كلمة الأدبار وارجع تاني أقول لولوا الأدبار وكملي الآية أكلم أول ثم لا يجدون لا لولوا الأدبار ثم لا يجدون ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبذيلا بارك الله فيك يا حج حنان ربنا يحفظك ويسعدك ويمتعك بالصحة والعافية يا رب معنا شريم من الأكسر اتفضلي يا أستاذ شريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اسمعينها بالتلفون لو سمحت بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله كده انت مش تغافي اسمعينها كويس اسمعينها بالتلفون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله يا أستاذ شريم يبدو ان الاتصال انقطع معنى نبوية من الجيزة السلام عليكم وعليكم السلام حجة كل سنة وحضرتك طيب وحضرتك بخير وصحة وعافية وسعادة يا رب اقرأ اتفضلي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله والله الرحمن الرحيم ولو قاتلوكم اللذين لا ولو قاتلكم اللذين قاتلكم اللذين كفروا لولوا الادار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا وليا ولا نصيرا لا لا كده غلطي حجة نبوية وليا ولا نصيرا وليا ولا نصيرا ثم سنة الله سنة الله التي قد خلت من قبل مش خلت لا خلت 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 من قبل من قبل يا حجة نبوية نعم من قبل من قبل ولم تجد لسنة الله تبديلا بارك الله فيك يا حجة نبوية مشاهدان كرام نفاصل ونواصل عدنا إلى حضراتكم بفضل الله معنا أول اتصال محمد من القاهرة بسم محمد تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله اسمعنا متلفون يا محمد عشان تقدر بسم الله محمد الرجيم يبدو أن الاتصال في مشكلة فاحنا معنا عبدالغاني من الأكسر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم بالسلام ورحمة الله تعالى وبركاته كل عام ونتم بخير يا مولانا وحدك بالخير يا عبدالغاني ربني يحفظك يا رب ربنا يبرك لكم إن شاء الله أمين يا رب وانا جاي إن شاء الله على عرصات إن شاء الله اللهم أمين جمعا إن شاء الله يا حبيبي تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو قاتلكم الذين كفروا لسل ولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله الذي قد خلت من قبل من قبل ولا لا ما ينفعش يا عبدالغاني ما ينفعش بدء ده بنسميه بدء قبيح ما ينفعش يبدأ من قبل ولن تجده أنت قدامك خيران من قبل يا أستاذ عبدالغاني لك خيرين ممكن تقف على سنة الله التي قد خلت من قبل تقف عليها عادي خالص وتكمل ولن تجد لسنة الله تبديله هذا خيار هذا حل يعني الحل الثاني ممكن تصل الآية كلها مع بعض فيش أي مشكلة أما حضرتك تقف من قبل وتبدأ من قبل ولن تجد لا ما ينفعش سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديله بارك الله فيك نعم أنا فين 12 سنة أنا بس الحمد لله حافظ بس كافيس ما شاء الله أنا توقعت ذلك قلت للشيخ عبدالغاني حافظ ويحفظ من ذاكرته أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيك وأن يحفظك وأن يجعلك من العلماء العاملين اللهم آمين معنا أحمد من الشرقية السلام عليكم وعليكم بالسلام ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّهُ الْأَدْبَارَ سُنَّةَ اللَّهِ الَّذِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِ وَلَنْ سَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْذِيلًا بارك الله فيك يا أحمد معنا عبد الرحمن من البحيرة تفضل يا سيد عبد الرحمن السلام عليكم وعليكم بالسلام ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا قَفَرُوا لا دي ما ينفعش كَفَرُوا كَفَرُوا لَوَلَ الْأَدْبَارَ لَوَلَّهُ الْأَدْبَارَ لَوَلَّهُ الْأَدْبَارَ الأدى الأدى يا أبرحمن أين ذهبت طيب لولوا الأتبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة ولن تجد ولن تجد لسنة الله تبقيل بارك الله فيك يا عبد الرحمن معنا نرهان من الدقالية تفضلي يا نرهان السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لا الميم الميم مضمومة وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْ الْأَذِبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّهُ وَلَا نَصِيرًا الأدبار الألف مرقق يا نرهان لَوَلَّوْ الْأَذِبَارَ ما تقوليش الأدبار لا الأدبار لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا مصيرا سنة الله سنة حرف غنة مشدد صوت جميلة نورهان بصراحة تمام بس محتاجين نضبط الأحكام سنة سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا لسنة الله لسنة الله تبديلا لسنة في حرف غنة مشدد نون مشدد هنا لسنة ولن تجد لسنة الله تبديلا بارك الله فيك يا نورهان وأسعدك وحافظك اللهم أمين مشاهدين الكرام بهذا القدر نكون قد وصلنا بحضراتكم بفضل الله إلى نهاية هذه الحلقة المباركة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما اللهم أمين وإلى أن نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقات أخرى نترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة